وسائل متوفرة البنية التحتية المواصلات الاتصالات كانت متغيط من الكويت كانت أول دولة فيها التلفون النقال في العالم الأوروبي ما كان فيه اللي كانت مثلا ألمانيا اللي كانت حضرتك تتكلم على حضارة الكويت ولكن المستثمر الأجنبي عندما أسمح لي حضرتك عندما يدخل الكويت ينظر لثلاث أشياء أهمة من أهمهم كسر حاجز البروقراطية الوقوف على فرص استثمارية كبيرة تدور عائد عليه هو شخصيا العمل على في منظومة اقتصادية متكاملة ودورة اقتصادية متكاملة ثلاث أمور تهم المستثمر الأجنبي هل الثلاث أمور متواجدين في الوقت الحالي وأنا يعني بذكرهم هذه البنية التحتية اللي ذكرت لك مثلا خدراا يستحجلت سنمونة يأتي على سهل مثلا أي مشروع الذي يمكنك تحمل به في وسط أفريقيا لا يوجد التصالات ولا يوجد بنيا تحتية ولا يوجد مواصلات ولا يوجد موانئ هي صعوبة. صحيح. أنا جيت أبين لك أن أول شيء موهن موجود في الكويت متوفر. زين. الاتصالات مع جلمة عن حق العالم. طحران. متوفرة. رؤوس الأموال موجودة. زين. هذه المشاركة المحلية. أحسن. قضية التسويق يعتمد. أنت المشروع كلا إيش بتسويه. أو المستثمر بيجي كلا إيش. زين. في هناك كثير من المشاريع. خاصة. خاصة بالأخص نحن عندنا في منطقتنا. والكويت بالذات. الصناعات البترولية. هذه أول درجة طبعا. وزوج البترول عندنا. كويس. والاستثمارات اللي بحاجة إلى رؤوس أموال باحضة. وهذه مدودة. والطاقة مثل ما ذكرنا. في هناك بعض الموضوع الآخر له. المشاريع اللي. لموات الإنشائية. لأن عندنا الحركة العمرانية. المستمر. فأنت تحتاج في كثير من المواد الإنشائية. بعدها تجي مواضيع المشاريع. دعنا نقول أولا. الاستهلاكية. المستثمرين اللي يبحثون على. طبعا على المجالات هذة. ويحتاجون إلى الأسواق. والكويت فترة من الفترات كانت ممكن تكون هي رائدة. بحيث أن تكون هي مصدر التسطيل. لدول بقية دول المطبقة. صح. كثير من صناعات. كثير من أنشطة. انتغلت من الكويت إلى بقية. نحن نهنيهم. وتأخرنا. نحن بقية أخواننا في دول الخريج. وعسنا الله يوافقهم. وعسنا الله يهنيهم. وبارك لهم. لكن ركويت كانت أبدأ. ولا زال فيه هناك. الفرص الاستثمارية. والمشروعات الاستثمارية. من أهم نقطة فيها. أنك تبدأ الأول. تسابق على الفرصة. لم نتسابق على الفرص. ونطرحها بشكل جيد. وننميها ونستثمرها. ونصدرها للخارج. والخارج يأخذها مننا. نحن نتأخر عن رقب الصناعة. أخ أم محمود. الكويت كانت. موضوعك جدا مهم يا بيلا. بساعة حاولة مهت قبل ما أنتغل الموضوع. تفضل. الكويت كانت أول دولة. منطقة صناعية. هيئة شعيبة مثلا. من المنطق الصناعية المهمة. ولا مشروع صار. كانت أول دولة في المنطقة. سوت المهيئة شعيبة. مينة شعيبة. فيها كل الإمكانيات متوفرة. لمشاريع معينة لم تنفذ. هذه واحدة. أثنين. القضية اللي صارت بعدين عندنا. تحوها. القوانين. والبروغراطية عندنا. القوانين ما نمشجع. فلهذا السبب كثير من. خلنا نكون المستثمينين. في مجال الصناعة وخلافة. انتغلوا إلى مناطق أخرى. الدول الخليج. لأن الكويت ما فيها حوافز. الكويت كانت أول دورة فيها حوافز. عندما صار مثلا. عندما بدأوا في منطقة شعيبة. أستغفر الله. منطقة الشويق الصناعية مثلا. كان في بنك التسليف. تسليف. تعمل. كان يجعلون قاسيمة. وعطونك رأسمال 50 ألف. 70 ألف. هذه أيام قبل أن نتكلم عن ستنات. لكن المفروض القانون قانون. إذا كان هناك قانون بأن أعطيك 70 ألف. و50 ألف. و60 ألف. وقاسيمة. المفترض القانون يستمر. القانون يستمر ويتطور. لكن ما حصل. طبعا. في وقتها. الكويت بحاجة إلى قراجات. بحاجة إلى محلات قسيلة. محلات عدادة. لهذا السبب كانت تخصص. والحكومة كانت تشجع. وتعطي الحوافة في ستنا. طبعا إلى أن صار في تشبع. بدأ صار سوء استقلال. كان مفروض قواني هذه تتطور. سوء استقلال من من؟ من بعض المواطنين. يأخذ القسيمة يأخذ الوسمين. يروح يبيع القسيمة مثلا. لهذا السبب. الحكومة قامت في كثير أشياء. المهم. طبعا. طبعا. الحديث عن قسائم الصناعية. قسائم الشويخ. حديث طويل. ما راح نضرق له كثير. لكن نرجع بعدين على قضية الاستثمار. المنطقة. لا حنقيلها. 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 هذه كانت منصفة. كانت منصفة في توزيع السرون. كانت كثير منصفة الحقيقة. يعني اسلوب مثالي. ضبط. مع عدم وجود كبرة سابقة. وأعتقد أن الدول البائية مشيت على نفس النهج. إلى حد ما. ما بعد تعتبر الكويت الحقيقة رائدة في هذا المجال. فانتقل الاستثمار إلى وسائل الاستثمار السهلة السريعة. صاحبة الكسب السريع. بالإضافة إلى انفتاح الكويتين على الخارج. وإيجاد الفرص في الخارج. كثيرين انتقلوا إلى استثمارات الخارج. أحيانا يقال أن. انتقلوا أو هربوا. لا. ما أعتقد هربوا. وفي هناك كلمة. طبعا انتقلوا. لأنه وجدت الفرص أكثر. نحن نقلنا هنا. لذا ضيق الفرص. ضيق الفرص. خلهم يخرجوا. يخرجوا. هناك أحيانا يقال. في مثل آخر بعد. حظتك ماذا ذكرت الهروق. يقال أن الرأس المال جبان. وعلي يمكن جاء كلمة هذه. قالها أنا مسمث في يوم الأيام. في ظروف معينة. أختلف معها وجود تنظر. رأس المال ليس جبان. بالعكس. رأس المال ليس ينتقل إلى أي مكان. مصلحت أكثر. لكن عندما قالها لتعزيز موقفه. وعدم أعطاء الناس لفلوس. كان يقصد بها مدعبة البشر. فرأس المال ليس جبان. رأس المال ليس جبان. لا يوجد سواء كويتي. وعندما نتكلم عن الكويت. ينتقل بره. وجد فرص أكثر. هل تغير جنسيته؟ هل الرأسمان يغير جنسيته؟ أبدا. بالتالي يذهب بره. لكن هناك صعوبة في العودة. لا يتوجه بالعودة. لأنه عندما يستقر في الخارج. يبني مشروعات. ويبني مؤسسات مالية والعودة هنا تحتاج تحفيز للعودة شوفوا أخي العودة لا يوجد صعوبة أجيب لك المثال مثلا بعد سبتمبر 11 سبتمبر أرضت كثير من أموال العربية بالضبط لكن هنا النقطة التي يأخذ على خروج الرأس المال إلى بره أن نساهم في عملية التنمية مناطق أخرى بدل ما تكون عملية التنمية يساهم في عملية التنمية في بلده هنا هذا المؤلون ليست خروج بالعكس هو استفادة هناك بالتالي المردودة لك ما يملك أي مواطن أو فعالية اقتصادية بالتالي هذا جزء من الاقتصاد القومي لا تعتبر أنه مخصة شخصيا أبدا لأنه هو القطاع الخاص النهاردة ما هو القطاع الخاص يقول لك نحن نريد الحكومة الضخ والحكومة تقول لك نريد القطاع الخاص يتعاون رأيك كيف في الشد والجذب الآن في وضع شاذ يختلف في الأزمة الحادية الموجودة الأزمة الاقتصادية والأزمة التي لمستنا نحن في وضع خاص وضع خاص هنا أن القطاع الخاص ما هو متمكن ماليا مثل ما كان سابقا الآن هو في أزمة إلى أن البروك تفتح سهل قضية التمويل يكون قطاع الخاص لكيفية الصرف أو لزيادة الصرف على المشروعات أحسنت فهني الحقيقة في دوري جعل الحكومة أن تنفذ الخطط التموية لتأسيس البنية الأساسية البنية الأساسية كثيرة طبعا إلى درجة بناء مدن الآن في الكويت مثلا المدينة تطلل الكويت في الخمسينات والستينات هل كانت المدن هذه قائمة مدينة فاحيل مدينة السالمية مدينة الجهرة أو المدن الأخرى ما كانت هذه المناطق السكنية الكويت في الخمسينات